ينضم إلينا من بغداد الدكتور عبد الحليم الروهمي المحلل السياسي دكتور يبدو أن الحكومة العراقية الجديدة على وشكين ترى النور مع قرب إعلان الكتلة الأكبر تصحيح ليست الحكومة الحكومة قد تأخذ ثلاثة أشهر وأكثر ولكن هو الكتلة الأكبر التي سيكلفها رئيس مجلس سن لتشكيل الحكومة ودى ذلك يبحث الرئيس المكلف لكيفية تشكيل كابينته الوزارية الآن طبعا فيه تجاذب ما بين محورين رئيسيين كل منهم يقول أنه يشكل كتلة الأكبر محور سائرون النصر وتنظيمين آخرين يشكلون النواة مؤتمر باع اجتماع بابل وكذلك الفتح دولة القانون كل منهم يقول ذلك أليس كل ذلك في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة؟ نعم بس التوضيح للمشاهد لا أعتقد أنه الآن ستشكل الحكومة هو تشكيل كتلة الأكبر والكتلة الأكبر سيتكلف منها رئيس الحكومة الذي سيبدأ جولة من المفاوضات من تتقد ثلاثة شراء ربما أكثر حتى تتشكل الحكومة فهذا التوضيح لما قلت أنه هل ستتشكل الحكومة؟ لا الآن هو البحث على فقرة من ذلك وهو الكتلة الأكبر من الذي يشكل كتلة الأكبر وسيكلف رئيس الجمهورية بمهمة تشكيل الحكومة القادمة طيب إعلان دولة القانون أو النائب عن دولة القانون بالعراق أن الكتلة الأكبر ستعلن خلال الساعات المقبلة ما السيناريو الذي تتوقعه في الساعات القادمة؟ وما ستكون ردود فعل الكتلة؟ الحقيقة يعني الأخوة في دولة القانون والفتح منذ أكثر من أسبوعين وهم يقولون نحن شكلنا الكتلة الأكبر أو تشكل عدد الكتلة الأكبر وتشكلنا خلال الساعات والساعات طالت أسبوعين أو أكثر وكذلك السائرون والنصروا لكن لم يبالغوا بذلك وإنما قالوا نحن شكلنا نواة الكتلة الأكبر والنواة عندما نحسبها ستطلع بحدود 136 مقعد في حين أن دولة القانون والفتح المؤلن أن هؤلاء متحالفون لأنه لا يمكن الاتفاق الاعتماد على قول أن سوف يشاركون الأكرى الحزبين الكردين سوف ينضم القراءة هذا الحقيقة غير مؤكد للمؤكد نعم الفتح ودولة القانون لا يكون بأكثر ما الأحزاب القريبة من ذلك؟ أقرب الأحزاب القريبة من تشكيل الكتلة الأكبر يعني أنا في أعتقادي ومراقبة المحللون كتلة النواة من الأربع المكونة حتى الآن يظهر أن هي الكتلة الأكبر التي يمكن أن تكلف بتشكيل حكومة أيها تسعى الفتح ودولة القانون أن تكون هي الأكبر ولكن إلى الآن لم تعلن أي من الأحزاب حتى نضيف عدد مقاعدها إلى الفتح والقانون التي نقول هي الأكبر في حين أن النواة واضحة 136 متماسكين أربع تنظيمات متطلق 136 في مقابل ما يقرب التسعين من ذلك القانون والفتح الأكراد غير مضمون أن ينضمون إلى أطرف الآن لأنهم أعلنوا السبت سوف نعلن تأييدنا لمن أوساط من الأكراد يقولون تأييدنا الشفاء ولكن لا ندخل ضمن كتلة وإنما بعد تكليف رئيس الحكومة من الكتلة الأكبر نحن سنبدو تأييدنا للحكومة التي نراها تلتزم أو تستجيب لمطالبنا وكذلك الأحزاب المكونة السنية خاصة القرار والمحور الوطني هذا الحقيقي غير واضح إلى الآن الواضح لدينا ولدى المراقبين أن تحالف النواة الأربعة يضم عدد كبير وكذلك دولة القانون والفتح لا زالت دون ذلك وأن كانت الإعلانات للإعلانات إلى الآن هي إعلانات أعلامية وليست وقاعة بالأرقام شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحليم الروهيمي المحلل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك